بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم إن شاء الله عن الصودوم ديستربانس الصودوم ديستربانس بيكون نتيجة الووتر ديستربانس عشان كده هنتكلم الأول عن الووتر ريجوليشن قبل ما نتكلم عن الهايبو والهايبر ناتريك بالنسبة للتوتال بادي ووتر ده بيكون أفكتد به الجندر وأفكتد بالإيج يعني هو بيكون التوتال بادي ووتر حوالي 60% من البادي ويت في القضرة ميل في الفيميل التوتال بادي ووتر بيكون 50% من البادي ويت في القولد ميل أند فيميل التوتال بادي ووتر بيمثل 50% من البادي ويت في الإنفانت التوتال بادي ووتر بيكون حوالي 70% من البادي ويت التوتال بادي ووتر ده متقسم إزاي؟ فيه تو سيرد موجودين في الإنترسور في لويت ووان سيرد في الإكسترسور في لويت الوين سيرد اللي موجود في الاكستراسورة فيلويد متوزع 25% موجود انترافاسولر في البلازمة و75% موجود في الانتراستيشيال فيلويد ده مثال مثلا لأضل تميل ببادي ويت 70 كيلو جرام لو احنا جينا نحسب التوتال بادي ووتر يكون 60% من البادي ويت 60% من 70 كيلو جرام يعني حوالي 42 لتر فلويد التوتال بادي ووتر متقسم لكستراسورة فيلويد وانتراسورة فيلويد الانتراسورة فيلويد يكون حوالي 2 سيردس يعني حوالي 28 لتر الكستراسورة فيلويد 1 سيرد حوالي 14 لتر الكستراسورة فيلويد ديفايد 1 كوارتر في انترافاسولر في البلازمة و3 كوارتر موجودين في الانتراستيشيال فيلويد الووتر ريجوليشن بيحصل منلي في الكوليكتينج داقت يعني احنا لو جينا نشوف النيفرونز زي ما انتو عارفين موجود الجيلوميريولاي في الباومانزي كابسول الروكزمال كونفليوت التبيول اللوبوفينيل ديستال كونفليوت التبيول والكوليكتينج داقت الريجوليتد ووتر ري أبزوبشن بيحصل في الميدالري بورشن أوفزا كوليكتينج داقت طب ريجوليتد عن طريق ايه؟ الريجوليتد عن طريق الفازو بريسن هرمون الفازو بريسن هرمون هو نفسه الانتي دايريتك هرمون يقال نذكر انه انتو دايريتك لانه بيمنع الديوريسيز بيعمل ووتر ري أبزوبشن وفازو بريسن لانه برضو له دايريكت فازو كونستريكتينج إفت ازاي الفازو بريسن بيعمل ريجوليتد ووتر ري أبزوبشن في الكوليكتينج داقت لو احنا اخدنا السيلز بتاع الكوليكتينج داقت كبرناها هنلاقي ان احنا عندنا نوعين من الووتر تشانلز او الاكوابورن الاكوابورن 2 دي موجودة يمت التيوبلر اليومن ودي بتبقى موجودة انتراسايتوبلازمك بروتين واي الاكوابورن 3 موجودة على البيزولاترال ممبرين اللي هو يمت البلد ودي موجودة على السل ممبرين السيكريشن اوف واثوبريسل بتعمل اكزو سايتوزيس للاكوابورن 2 اللي هي موجودة في السيتو بلاس وبتطلحها على السيل ممبرين وبالتالي بيحصل الووتر ري أبزورش يبقى الفازو بريسل الأكشن بتاعه بيكون فيه على الميدالري والليكتنج داكت عن طريق أنه هو بيعمل إجزو سايتوزيس للأكوا بورين تو وبالتالي هيزود الووتر ري أبزورش لو حصل لوسوف ووتر لوسوف ووتر ده هيزود الإكسترا سورة في الوود أزمولاريتي بتعمل استومليشن الهايبوسالاميك إزمو ريسيبتور فاستومليشن للأزمو ريسيبتور هيعمل زيادة في ريليز للفازو بريسل الفازو بريسل زي ما قلنا بيزود الأكوا بورين وبالتالي بيزود الووتر ري أبزورش فتبقى النت ريزولت إن بيحصل ووتر ريتنشن يعادل الووتر لوس اللي حصل في الأول ويحصل ايوفوليميا أور إيكوليب يعني ايه إزمولاريتي ويعني إيه إزمولاريتي وإيه الفرق ما بين الاثنين الإزمولاريتي والإزمولاريتي دي عبارة عن يونيت للميجر منت أوف أزمو تيك اكتفتي يعني إيه إزمو تيك اكتفتي يعني الأولى عندي سيمي بيرميوم المنبرين وطو سيليوشن واحنا بنقول إن الووتر فولو السليوت إيه إيه الفرق ما بين الإزمولاريتي والإزمولاريتي الإزمولاريتي دي عبارة عن ودي بتبقى ميجرد في الكلين كلاب بجهاز اسمه الإزموميتر والنورمال فاليو بتاحها من 280 ل 295 ميلي إزمو البركيجي الإزمولاريتي تشوف النمبر أوف بارتكيل برضو بير ليتر أوف سيليوشن يبقى لو هي النمبر أوف بارتكيل بير كيلو جرام دي إزمولاريتي لو هي بير ليتر سيليوشن دي إزمولاريتي والإزمولاريتي دي بتبقى كالكوليتد إحنا قلنا الإزمولاريتي بتبقى ميجرد بالإزموميتر الإزمولاريتي بتبقى كالكوليتد بإكوشن بنحسبها وإحنا جنب العيان الإكوشن دي عبارة عن 2 في السوديم زائد البلد يوريا نيتروجين على 2.8 من 10 زائد البلد جلوكوز على 18 ليه بنقسم البلد يوريا نيتروجين على 2.8 والبلد جلوكوز على 18 عشان نحاول الميجرام بير دي سيليتر ليه ميلي مول بير ليتر عشان تبقى كل المعادلة بالميلي مول أو الميلي إكوشن بير إيتر يعني إيه أزموتي الجاب؟ أزموتي الجاب دي عبارة عن من ذا كالكوليتد إزمولارتي يعني ما هيش بلد يوريا نيتروجين ولا جلوكوز ولا سوديوم اللي هم موجودين عندي في الإكوشن أو في إزمولارتي زي في حالات الإسيلين جليكول انجيشن أو الميسانول انجيشن دي حالة إزموتيك أكتف سيليوت هتعلي إزموتيك جاب وفي نفس الوقت مش موجودة في المعادلة بتاعي اللي هي بتقيس الإزمولارتي يعني إيه هايبوفوليميا ويعني إيه ديهايدوريشن هايبوفوليميا بيكون عبارة salt and water loss بيبقى فيه loss للسولت والواتر إنما الديهايدوريشن ده بيبقى pure water loss يعني ما أقول لفظ هايبوفوليميا معناه إن فيه loss للواتر والسوليوت هنتكلم دلوقت عن السوديوم هنشوف الأول توزيعة السوديوم في الواتر اللي احنا بنتكلم عنه في البادي فلو السوديوم هنلاقي موجود منلي إكسترا سورب زي ما أنتو شايفين موجود منلي في البلازمة والإنترستيش لكن الإنترستيش هنلاقي المين كطيون هنا اللي هو البوتاسي يبقى إحنا السوديوم موجود منلي في الإكسترا سورب في البلازمة والإنترستيش هنتكلم بقى عن الهايبو ناتريميا الهايبو ناتريميا عشان نعرف الهايبو يبقى لازم نعرف النورمال سيروم سوديم كونسنتريشن النورمال سيروم سوديم كونسنتريشن من 135 إلى 145 ميلي إكويفلانت بيرليتر يبقى الغيبو ناتريميا لو أقل من النورمال يعني أقل من 135 ميلي إكويفلانت بيرليتر واليوروبيان جايد لاين بتقسمها الميلد ومودرت وسيفير السيفير أو البروفاون ده ده اللي هو أقل من 125 ميلي مول بيرليتر أقل نجلي الإزمولاليتي بنسمي الهايبو ناتريميا لهايبوتونيك هايبو ناتريميا أيزوتونيك هايبو ناتريميا هايبرتونيك هايبو ناتريم يعني لو جالي بيشنت سيروم سوديم بتاعه قليل هايبو ناتريميك وعايز عرف البيشنت ده هل هو فعلا ترو هايبو ناتريميا ولا لأ بحسب له الإيه الإزمولاليتي أو الإزمولاريتي لو هي طلعت قليلة يبقى ده فعلا ترو هايبو ناتريم وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي لو هي طلعت normal أو hyper الإزمولاريسي طلعت normal أو hyper ديت لها أسباب تانية هنتكلم الأول عن true hyponatremia true hyponatremia ديت بيكون نتيجة excess body water relatively body sodium يبقى زي ما قلنا sodium disturbance في الغالب بتبقى نتيجة water disturbance فهنا الأساس في hyponatremia إن زيادة excess body water relative to the body sodium وعلشان احنا قلنا sodium بيبقى موجود من extra fluid فtotal body sodium content بتبقى reflected by extra fluid volume states وبالتالي بقسم hyponatremia على حسب hyponatremia hypovolumic a volumic and hypervolumic hyponatremia لو تكلمنا أول حاجة عن hypovolumic hypovolumic دي زي ما قلنا كلمة hypovolumia معناها water and solute loss لاثنين بيقل يبقى الhypovolumic hypovolumic hypovolumia في decrease في total body water والtotal body sodium but with greater decrease in body sodium وبالتالي كانت المحصلة إن في hypovolumic hypovolumia الاثنين بيزيد والtotal body sodium بيزيد والtotal body water بيزيد لكن بيبقى في more increase في total body water وبالتالي الnet result كان في hyponatremia لو تكلمنا عن أول حاجة وهي hypovolumic hypovolumic hypovolumia زي ما قلنا بيبقى وزمولاردتي قليل إيه اللي هي يقلل السوديم والووتر with more loss of sodium يأما كسترارين الفلوود لوس يأما رينال فلوود لوس كسترارينال فلوود لوس يبقى لوس لل body fluid اللي هي ريتش انت سوديم اللي هي جي ايتي فلوود ثاني بيكون زي في حالات البروتراكت او الضيارية او في زي مثلا العصايت او لو اللوس دوت يعني في حالات لو اللوس دوت ايه ريبليز باي بلين ووتر او هايبوتونيك في الغالب ده بيعمل ايه بيكون السبب فيه الهايبوناترين هنا الكيدني نورمل فبالتالي الكيدني بتعمل ري ابزورشن للسوديم عشان فيه كسترارينال لوس للووتر والسوديم فالكيدني بتعمل ري ابزورشن للسوديم فاليورينار والسوديم بيبقى قل من النور لان الكيدني هنا بتحاول تعمل كونزيرفيشن للسوديم اللي بيوصل لها ثاني حاجة سبب الهايبو فيليميك هايبوناترينيا انه ممكن يكون رينا الفلود لوس رينا الفلود لوس انه بيحصل لوس للسوديم والووتر عن طريق الكيدني زي في حالات الالدستيرون ديفشنسي والديوريتيكس بتعمل هتعمل سوديم إكسيكريشن أكتر سيزايد ديوريتيكس بتعمل سوديم إكسيكريشن أكتر من الووتر والأوزموتك ديوريتيكس وفي حالات الصورت لوسين جينفروباسي زي حالات الانترستيشن فريتس أو الميدالي سيستيك ديزيز هنا اللوس في سوديم كان عن طريق الكيدني فبالتالي اليوريناري السوديم هيكون أعلى من النورمال أعلى من 20 ميلي إكويفلانت بيرليتر فيه في الديوريتيكس كده بنفرق ما بين السوديم واللوب ديوريتيكس سوديم بتزود السوديم إكسيكريشن أكتر فبتبقى كومن إن هي تبقى بريزنت بها هايبوناتريميا لكن اللوب ديوريتيكس بيبقى فيه الووتر لوس أكتر من الووتر وهنا الوطر هيبقى بالنسبة للاي هايبوناتريميا هنا توتال بادي السوديم بيكون نورمال وبالتالي الكستر سورة لوت بيكون برضو نورمال أو نير نورمال لكن التوتال بادي وتر هو اللي انكريز DID ده عشان كده بنقول إن في بيور ووتر إكسس إيه هي بقى أسباب البيور ووتر إكسس اللي بيحصل ده أول حاجة ممكن يكون الووتر ده بيتاخد أورال في حالة البرماري بولي ديبسيا وبالذات لو البرماري بولي ديبسيا دي معاها رينا الإنصف شانسي بحيث إن الكسس ووتر انتيك أوفر ويلن إذا كدن قابلتي توقس كريت ووتر تاني حاجة ممكن تكون السيادة السيادة زي ما أنتوا عارفين اللي هي السندروم of inappropriate anti-diretic hormone secretion anti-diretic hormone بيزيد قوي وبالتالي بيعمل water reabsorption توا زي ما عارفين ان anti-diretic hormone بيعمل بيور ووتر ريابزورشن فبالتالي هيبقى في بيور ووتر إكسس والسيادة دي بتبقى characterized إن بيبقى فيه normal cardiac hepatic renal and adrenal and thyroid function ممكن يكون نتيجة الـ Addison أو الغيبو سيروديزم لأن الـ Addison disease اللي هو هايبو أدريناليزك أو هايبو ألدسترونيزم والغيبو سيروديزم الاثنين بيأكت عن طريق direct to indirect increase في الـ anti-diretic hormone عشان كده لما بنيجي نقول السيادة بنقول إكسيكلوجن له للـ thyroid dysfunction والـ adrenal dysfunction أو non-osmotic release للـ vaso-present non-osmotic release بـ drugs أو بـ post operative أو بـ stress عشان برضو في السيادة ما بنيجي نشخصها بنعمل إكسيكلوجن برضو للـ drugs اللي هي زودة الـ antidiuretic hormone الـ hypervolumic الـ hypovolumic قلنا ممكن تكون renal cause أو extra renal cause الـ hypovolumia في pure water excess ممكن يكون نتيجة primary polydipsia ممكن يكون نتيجة سيادة أو ممكن يكون adrenal and hypothyroidism أو ممكن يكون drugs تعمل non-osmotic release للـ vaso-present بالنسبة الـ hypovolumic hyponatremia الـ hypovolumic زي ما قلنا بيبقى الاثنين عالين total body sodium عالي والـ total body water عالي with more increase في total body water ايه اللي هيزود sodium والـ water with more increase in water زي في حالات heart failure cirrhosis and nephrotic syndrome الحالات دي بيبقى فيها secondary hyper aldosteronism زي ما انتو عارفين ان الـ aldosterone بيزود sodium والـ water reabsorption فبالتالي هيبقى فيه sodium water retention هنا urinary sodium excretion بيبقى قل من 10 لان برضو sodium normal والـ sodium بتحاول تعمل conservation للـ sodium والكدني بتحاول تعمل conservation للـ sodium اللي بيوصله فالـ urinary sodium هيبقى قل من 10 رميلي اكوفلانت زي اعمل دياجنوزيس لحالة hybon ناتريميا عندنا sign والـ symptoms اول حاجة بيبقى فيه C-Nest dysfunction عندنا sodium disturbance سواء كانت hybonatremia او hyper natremia اول system بتأفكت بيبقى اللي هو C-Nest بعد كده ممكن هنكون عندي المانيفستيشن لو لبيش انتدا hypovolemic او hypervolemic هيبقى عندي المانيفستيشن بتاع hypovolemia زي البشرة hypo tension tachycardia dehydration dry skin او لو البيش انتدا hypovolemic هيبقى فيه عندنا المانيفستيشن of hypovolemia يكون البيش انتدا edematos عنده congested neck veins عنده peasal crepitation على الشست يبقى البيش انت وبيبقى واضح عليه signs of hypovolemia or hypovolemia ويه symptoms والsign بتبقى واضحة اكتر في ال old patient واضحة اكتر في ال rapid onset of hyponatrimia يعني في ال acute hyponatrimia عن el chronic hyponatrimia seen nasty dysfunction ممكن patient تبقى presented by minute status changes يعني alert في personality اللي صار جي confusion ولو السودية مقل قوي قل من 115 ممكن patient يدخل في neuro muscular hyper excitability ممكن يدخل في hyper reflex ia seizures how to diagnose case of hyponatrimia first ان انا بعمل exclusion لل translocational and pseudo hyponatrimia لازم اتأكد ان ال patient ده فعلا true hyponatrimia احنا قلنا true hyponatrimia لو جيت حسب السيرم esmolarity هلاقيها قليلة لكن translocational hyponatrimia الإزمولارزي بتبقى عالية بسميها hyponatrimia السودو hyponatrimia الإزمولارزي بتبقى normal بسميها isotonic hyponatrimia translocational زي في حالة الhyperglycemia من اسمها كده بيحصل translocation للووتر من الانتراسورة للإكستراسور في لويت لأن الهايبر لأن الجلوكوز بيزود الإزمولارزي فهيعمل water shift من السودو hyponatrimia دي بتبقى normal serum ismolality ودي بتبقى في حالة hyponatrimia أو hypobrotinemia لأن السيروم sample اللي أنا باخدها اسم منها السوديم بتبقى منلي حبارة عن بروتين وعبارة عن lipid فبتقلل السوديم اللي موجود في العين اللي عنه ودي حلها أن أنا بستخدم newer methods of measuring serum electrolyte by ion selective elektrode هلاقي فعلا أن serum sodium normal يبقى أول حاجة أن أنا فرقت عرفت هي فعلا true hyponatrimia ولا لا تاني حاجة بحاول أوصل للكوز عن طريق history أن الpatient جاي بsignificant water loss سواء vomiting ضائرية renal loss مع diuresis أو الpatient برضو بقيم volume status بتاع بلا الpatient جاي بhypovolumia أو hypervolumia زي ما احنا قلنا الأسباب الhypovolumic والhypervolumic hyponatrimia لو الpatient ده جاي typical hypovolumia ممكن يلاقي بقى السورس للفلو الدوس معاه سواء كان renal loss أو gIT loss جاي بالvomiting جاي بإدارية لو الpatient hypervolumic بلاقي عليه الpatient ده ممكن يكون heart failure ممكن يكون syrrotic ممكن يكون nifrotic syndrome الpatient بقى اللي هو اللي بيحتاج investigation اللي هو patient theio volumic الvolumic ده قلنا منه ممكن يكون سيادة ممكن يكون polydipsia ممكن يكون adrenal dysfunction ممكن hypocyrodeism ممكن drugs بتزول anti-diuretic kormone الinvestigation اللي أنا عملها طبعا قلنا بنحسب serum ismolarity دي مهمة علشان أشوف الطروق من pseudo hyponatrim بعمل cyroid adrenal function دي في حالة hyponatrimia عندنا السيادة بيبقى في زي ما قلنا hyponatrimia والإسم larity قليلة وال hyponatrimia ففي الغالب بفكر السيادة السيادة بيبقى معها زي ما قلنا ان anti-diuretic kormone بيبقى high والanti-diuretic ده بيزود pure water reabsorption ما بيعمل بيعمل water reabsorption بس فبالتالي urine sodium concentration بيبقى أكتر من 30 millimor per liter والfractional excretion of sodium بيبقى أعلى من 1% لو البيشنط ده hypovolumic قلنا لو هو extra renal loss بيبقى urine sodium قليل لو هو renal loss بيبقى urine sodium عين لو البيشنط hypo kalimic hypo hypo filter ales val car hypo hypo لو العرمز الووتر والسوديوم اللي هو هاستخدم النورم physaline وفي السفير كيسس ممكن هستخدم الhyheartedum celin لو elpatienti ده Dahae Father 115 يعني الطوطول بودي سوديوم عالي والطوطول بودي ووتر عالي بس الطوطول بودي ووتر أعلى من زيادة الطوطول بودي ووتر أعلى من زيادة الصوديوم فبالتالي أنا محتاجة أعمل لـ water that restriction أعمل في الـ 클�제 bias restriction أو أدي diuretics أو ممكن ألجأ لي الـ ان انا ادي حاجة لعمل لي انهيبشن للانتي دايوريتيك هرمون فتقلل الووتر فتقلل الووتر ريئة فتقلل الووتر ريئة بزورشن. البيشنط ده لو هو ايفوليمك ده طبعا هيعتمد على ان انا عاليج الكوز. مهم او ان انا ما زودش السوديا مع اكتر من 8 ميلي اكوفلانت في اول 24 ساعة. وان الريتوف كوريكشن ما يكونش اعلى من نص ميلي اكوفلانت برليتر اوف اور. لان لو حصل 2 رابد كوريكشن ممكن ادخل البيشنط ده في اسموتيك دي مويلينيشن صندوق. لو جينا نفسر قوي التريتمنت احنا قلنا ملخص سريع فاحنا هنقول مثلا البيشنط اللي هو الهايبوفوليمك اللي انا هديه صلاين 9 من 10 صلاين وقلنا بعض الحالات ممكن نلجأ ليه الهايبرتونيك صلاين. البيشنط اللي هو لايفر فوليمك قلنا ان انا اعمل ووتر ريستريكشن ممكن نلجأ للوب ديوريكس. هدي ديوريكس وممكن اقدي معاها نورمال سالين. نورمال سالين عشان يعوض لي السوديا وديوريكس علشان هيعمل لي ووتر لص. انترميتنت ممكن اعمل هيموفلتريشن هيموفلتريشن وفي نفس الوقت انا بدي ايه نورمال سالين. اعمل نورمال سالين واعمل ايه هيموفلتريشن عشان اتخلص من الووتر. البيشنط اللي هو فوليمك طبعا مع علاج الكوزن ان هو لو هيبو سيرويتزن هعالجوها لو في مشكلة في اديسون او كده ادي تريتمين. اه لو السيدة بريزنت هعمل سيفير ووتر ريستريكشن ممكن اوصل بالووتر ريستريكشن لمتين وخمسين لخمسمية ميلي بير توينتي فور آورز. وممكن اعمل برضو كومبينيشن لي اللوب ديوريكس عشان اتخلص من البيور ووتر اكسس ودي كومبيند مع النورمال سالين. ده بالنسبة لي الهايبو ناتريم. بالنسبة بقى الغابر ناتريمية وعندنا النورمال سودجام كونسنتريشن زي ما قلنا من 135 ميهением ميه dicوبلنت بير ليتر. وبالتالي الهايبو ناتريمية هيبقى السيرام سودجام كونسنتريشن اكتر من 145 ميه كوبلنت بير ليته. ازباب الغابر ناتريمية. احنا قلنا الهايبو ناتريمية كان فيها الحافة الوطر بالنسبة للصودجام، هنا العكس بقى الهيبر ناتريميا reflect deficit of total body water relative to total body sodium و total body sodium content بتبقى reflected by extra-serve fluid status فانا برضه هقسم الهيبر ناتريميا according to volume status لهيبوفوليميك ايوفوليميك and hyper-volumic hyper-natريم الهيبر ناتريميا في الغالب بيبقى مع impaired في السيرستي ميكانيزم أو limited access للوطر دي بتبقى contributing factor احنا قلنا فيه water deficit الوطر deficit ده مشكلة الانسان ده ما بياخدش مي ما بياخدش وطر نتيجة لي impaired في السيرستي ميكانيزم أو ان الpatient ده limited access للوطر او اتكلمنا اول حاجة عن الهايبوفوليميك هيبور ناتريميا احنا قلنا قصة هيبوفوليميا يعني فيها water and sodium loss لكن هنا هيبقى فيه greater loss of water than sodium وبالتالي هتبقى المحصلة نبقى فيه hyper-natريم ايه اللي بيعمل sodium loss with greater loss of water زي في حالات الرينا الكوز ممكن loop diuretics زي ما قلنا loop diuretics بتعمل excretion للوطر اكتر من السوديم برضو الممكن يكون الاسموتيب diuretics وبالذات الايبورجلاينسيميا مع حالات الديابيتس او الpatient ده يكون patient of renal disease chronic renal disease فده بيبقى عندهم inability to concentrate اليورين وبالتالي بيبقى عندهم water loss الايفوليميك hyper-natريميا بيبقى فيه decrease total body water وهي total body sodium normal عشان كده patient ayo volumic ففيه decrease فيه total body water فهنا بيبقى فيه pure water deficit عكس اسباب الايفوليميك hypo-natريميا هني هنا زي في حالات ايه اللي بيعمل pure water deficit pure water loss على لان anti-diuretic هرمون زي في حالات diabetis insipidus هنا بيبقى فيه دفشنسي في الanti diuretic هرمون anti-diuretic هرمون سواء كان central انه ما بيت فرسي اساسا سواء كان peripheral انه في resistant الaction anti-diuretic هرمون او ممكن pure water deficit ده بيحصل extra renal زي في حالات excessive sweating لان السويت ده hypotonic فبيحصل منه loss of water لما بيقى فيه excessive sweating فبيحصل loss of water اكتر من sodium فبيعمل hypovolumic بيعمل اول volumic hypernatremia ولو excessive قوي ممكن يدخل الpatient بعد كده في hypovolumic hypernatremia الprimer hypodepsy الpatient ده ما بياخدش زي ما قلنا limited access للwater او impairment في stress center بالذات في children اللي عندهم مثلا brain damage او في l chronic l adult اللي هما بيعتمدوا على الwater على حد دي سئهم او due to impaired في stress mechanism نتيجة lesion في brain stress center الhypervolumic hypernatremia بيقولنا اللي هي اكتو الكلمة hypervolumia دي معناها total body sodium زاد وال total body water زاد لكن هنا بيبقى total body sodium زاد اكتر من الwater يبقى في زيادة في المحصل ان في زيادة في السوديم معها limited access للwater ودي في الغالب بتبقى ايتروجيني يعني ممكن تكون نتيجة excessive administration hypertonic saline وانا بصلح الhybonatremia او excessive administration hypertonic sodium bicarb مثلا او حالة انا بنصلح الاسيدوزيس ادننا sodium bicarb كتير ممكن تدخل الpatient في hypervolumic hypernatremia السيمتوم والساينز اول حاجة السيرستي سينسيشن اول حاجة في السيمتوم لي حالة hypernatremia انه يكون فيه سيرستي سينسيشن absent of سيرستي سينسيشن سجست انه فيه impairment في السيرست ميكانيزم انه بقى فيه مشكلة في السيرست سينتر او السيرست ميكانيزم زي ما قلنا السوائل الhybo او الhybernatremia بتبقى present ممكن الدياجنوزيس ده بيعتمد على زي ما قلنا كلينيكل من السيمتوم زي سين بيعتمد على السيروم سوديم لانه بلاقي السيروم سوديم اعلى من نورمال اعلى من 145 ميلي اكوفلان تبير ليتر ممكن نلجأ لي بعض التست في تشخيص الديبيتس ازاي عالج بقى حالة الhybernatremia زي ما قلنا الhybernatremia ملخصة انه بيبقى فيه water deficit relative to السوديم فبالتالي انا عايزة اعمل replacement لل free water فانا بعمل hydration بعمل replacement لل intrafascular volume of free water سأ بعمل hydration لو الpatient يقدر ياخد oral الpatient conscious وما فيش مشكلة في الجو ايدي oral hydration لو في severe hyper natremia او patient unable to drink نتيجة vomiting نتيجة mental status changes فالحالة دي بلجأ لل intravenous hydration وطبع عن correction لو هي حالة acute بعمل correction في على مدار الـ 24 ساعة لو هي chronic يبقى should be corrected over 48 up والريتوف correction برضو ما يزيتش عن نص ميلي ismol per hour في الهايبوناتريميا قلنا لو rate زاد of correction زاد عن نص ميلي ismol per hour هيدخل treatment ان انا بعمل hydration سواء oral او intravenous hydration لو تكلمنا بالتفصيل شوية هنلاقي ان هنقسم البشنت ده hyper volimic hyper natrimia يعني السوديم عالي والوطر عالي والسوديم اعلى من زيادة السوديم اعلى من زيادة الوطر فمحتاج انا ادي البيشنت ده بدي ديكستروز خمسة في المية لان ديكستروز ده عبارة عن distilled water فيه 5 g لكل 100 ميلي يعني ما فيهوش سوديم خالص كأن بدي free water وممكن قدي معها اللوب diuretics على شان الل ال hyper volimia الموجودة لو البشنت اي volimic يعني عنده pure water deficit و total body sodium normal لكن في pure water deficit في الحالة دي بعوض اما ب decistrose او half saline ما بقاش خايفة او من السوديم زي حالات ال hyper natrium يبقى بخايفة قدي sodium لكن هنا ممكن قدي half saline لو الpatient hypovolimic هنا ممكن قدي half saline او قدي combination لل normal saline مع decistrose 5% to replenish sodium and free water اشترك 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 اشترك